سبح أخطبوط إلى موطنه بسرعة ثابتة لدينا أخطبوط سبح للوصول إلى موطنه أو مسكنه بسرعة ثابتة كما هو موضح في التمثيل بياني أدنى سرعته ثابتة احسب سرعة الأخطبوط مع ملاحظة أن نستخدم وحدة متر لكل ثانية سنتذكر مع بعض ما هو قانون السرعة السرعة تساوي المسافة طبعاً عندي المسافة بالمتر على الزمن اللي هو بالثانية تعالي نأخذ المسافة ونأخذ الزمن المتقابل لنأخذ لدينا نقطة واضحة لو لاحظت معي هذه النقاط سنجد النقطة الواضحة هذه خمسة على سبعة في الثانية أو الثانية يقابلها أربعة على سبعة متر لنستطيع التعويض السرعة تساوي المسافة أربعة على سبعة طبعاً متر على الزمن خمسة على سبعة بالثانية لنقوم بحساب هذه أستطيع أن أكتب إذن السرعة تساوي أستطيع أن أحول خط الكسر إلى عملية قسمة تصير عندي أربعة على سبعة تقسيم خمسة على سبعة هذه نفسها خط الكسر حولت إلى عملية قسمة وكما تعلمنا سابقاً أستطيع إذن السرعة تساوي أستطيع أن أحول قسمة الكسور إلى ضرب أربعة على سبعة وأقوم بتحويل القسمة إلى ضرب وأخذ مقلوب المقسوم عليه بمعنى أجعل المقام في البسط والبسط في المقام سبعة على خمسة نقوم بالضرب أو إجاد الناتج إذن السرعة تساوي أستطيع أن أختصر السبعة مع السبعة إذن أستطيع أن أختصر السبعة مع السبعة بقي لدي أربعة على خمسة إذن أستطيع القول أن سرعة الأخطبط أربعة على خمسة متر في الثانية الواحدة وشكراً